السابع والعشرون من يونيو عام ثمانين الساعة السادسة صباحاً يستيقظ سجناء تدمر على صوت مروحية قادمة من دمشق بعد يوم واحد من تعرض حافظ الأسد لمحاولة اغتيال فاشلة أمام قصر الضيافة بدمشق أصعد الله مساءكم خرج التلفزيون السوري يقول بأن القائد الخالد سيبقى حياً رغم أنفكاره وظن هذا النظام نفسه جهلاً وغروراً أنه قادر على شر الأمة العربية إلى حي سوريا وبطبيعة الحال أخطأه وأخطأ الظلم أمر رفعة الأسد شقيق الرئيس سرايا الدفاع التابع له بتكليف قرابة المئة شخص التوجه إلى تدمر انتقاماً من جماعة الإخوان المسلمين الذين اتهمهم الرئيس بمحاولة الاغتيال لم تكن الأوامر تقضي بالتحقيق أو التعذيب من أجل استخراج المعلومات بل كان التوجيه بأن يحول هذا السجن إلى مقبرة جماعية فتحوا لنا باب المهجة باب المهجة يعني السجن تاعة المهجة دخلنا حوالي ستة لحد السبعة فيه قتلنا اللي فيه كان مجموعة اللي فيه حوالي شي ستين واحد لحد السبين واحد تلك الصبيحة ما زال سجناء تدمر يذكرون تفاصيلها وش الرواية؟ الرواية يجبوا جماعة رفعة أسد سرايا الدفاع هي على أثر محاولة لاغتيال حافظ أسد مجموعة أو اثنين يعني حاولوا اغتيال حافظ أسد ببسط قنبل هيدوية يرموا عليه قنبلتين نجحوا بأنه يرموا عليه قنبلتين ووحدة دفروه بإجرون بعدوها انفجرت عن بعيد ووحدة نام عليها المرافق تبعه على الأسد فجرت فيه هو لم يتضرر حافظ أسد نهائيا بالحادسة العملية هذه سجلت باسم مين؟ باسم رفعة أسد رفعة أسد هو نفسه صهره اللي سواء هذا معصيف هذا رائد أو مقدم ما بعرف شو اسمه ركبوا في طائرات هليكوبتر رجوه بالتواطع مع مدير السجن اللي كان اسمه فيصل غانم فوتهن على السجن طبعاً هو حاول يبري نفسه فيصل غانم غاب عن السجن بهذاك اليوم وكلف نائبه اللي هو عقيد بركات العشر كانت الأمور مرتبة قبل دخولنا ما حدا اعترضنا يعني بالدخول الشرطة كانت حرس واقفة في جماعة أسطايح وفي حرس على الباب ورئيس حرس وفي شرطة بالساحة أخذوا التفقد قبل العملية تفقد للمساجين أخذوا التفقد للمساجين قبل ما بدء العملية فوتونا على الله طلعوا الأخوان المسلمين من مهاجعون وأحياناً كانوا يفوت عليهم عن مهاجع طبعاً العدد الحقيقي للقتلى ما أحدا بيعرفوا طلعوهم سوابهم رشوهم طلعوهم صفوهم على الحيط ويرشوهم هيك هاي المجازر البرتقبى حفظ أسد هيك طلع الناس بيجيبهم صفوهم على الحيط وعساكر حواليهم برشاشات بيرشوهم بتكوهموا كلهم يعني كانت للأخوان حصراً؟ للأخوان حصراً يذكر رقم حوالي الألف ألف زائد ناقص يعني ألف شخص قتلوا في ساعة واحدة؟ في ساعة واحدة بعد 3-4 ساعة من دخولي إلى الباب السجن الخارجي بدانا نسمع صوت أطلاق نار مع دوي قنابل صوت انفجار قنابل وقدر عدد قنابل بحوالي 7 قنابل انفجارت هنا ودام أطلاق نار حوالي 3-4 ساعة كمان بعد تطلع العناصر من السجن ومثل ما دخلوا وطلوا على الشكل الأجمعات؟ الوقت اللي استمرت في المجزرة بينما فتعوا المهاجئ فاتوا بعض الناس حكونا يعني هلأ نحن شفنا ها صار الطلقات بالحيط في بعض مما طلعوا وهم فاتوا عليهم عن مهجع وهنا بالمهجع رشوهم وفي طلقات كانت بالحيط تحفر هاي ضلت وهذه نزع انتقاما فقط نزع انتقامية فقط لا غير يعني ما بدون أي هدف بدون أي شيء هاي سلوك النظام السوري يعني سلوك النظام السوري هيك يعني مونس النظام السوري العائلة الأسدية يعني هيك ودخلنا على المسجين قتلناها كلها خوحناها كلها فوق السبعمائة قتيلة بعدها جدت دراكسات الجرافات بسيارات قال الله وشالوا الجثث وشالوها الوادي شرجية دمورك